سلام الله عليكم مشاهدين الأعزاء الفنان جميل الهوني تنفجر في وجه طليقها أمين الناجي وتكشف المصطور قررت الفنان جميل الهوني يوم أول أمس الجمعة 30 دجنبر الخروج عن صمتها لأول مرة وكشف عدة جوانب حول طليقها الفنان أمين الناجي وكشفت جميل الهوني خلال حلولها ضيفة على إحدى البرامج التلفزيونية عن المشاكل التي تعاني منها بسبب بعض التغارات القانونية في مدونة الأسرة وأكدت جميل الهوني أن أمين الناجي يمتنع عن الوفاء بالتزاماته الأبوية سواء المادية منها أو حتى الاجتماعية وأكدت المتحدث داتها أن طليقها الناجي لا يرى ابنه منذ سنوات ولا يعرف أي جديد عن حياته كما أنه لا ينفق عليها وأشارت جميلة أن طليقها منع ابنه من الالتحاق بإحدى مدارس البعثات الأجنبية كما وقف في وجه صفري إلى إسبانيا وقالت حتى أنا كنحلم بولدي واللي أحسن لاعب في العالم ويلعب مع المنتخب ويستقبلوا سيدنا ونشي معه القصر أنا عانيت من هذا الشيء أنا فشد أي الله تفرقت معك تفرقنا على ميابل ما كانت شيء حاجة ولكن مني بغيت نتزوج عشت الرعب عشت الرعب لأنني خايفة إن فنتزوج كان تهديد إن فنتزوج غنناخد لك الولد واخا شنو غادي ندير؟ غادي نعيش الرعب مور هاد المرحلة ما كي إلا أخداء الولد ما كي إلا نفاقه ما كي إلا تشيء حاجة ما كي نفعت شيء ما كي يشوفوش يعني من 2015 أنا لديت لي يعني من 2014 من شهر ربعة ما شافوش تل 2015 أنا لديت ولي شافوا ساعتين ورجعت ورجعت البدار رجعت مع أولدي من هذا الوقت ما شافش نفقة تخلصت جوج مرات جوج مرات لتخلصت نفقة واخران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر